السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ومن أهداف ومن برنامجها الحكومي وكذلك عملت على استيعاب الارتدادات الصحية المتأتية من جائحة كورونا واستطاعت أن تسيطر على الجائحة والارتدادات الصحية وكذلك تقديم ما يمكن تقديمه ضمن الإمكانيات المتاحة من خدمات والتركيز على إجراء الانتخابات في وقتها المحدد كذلك تطرق السيد رئيس مجلس الجراء إلى القرار بأنه سيتم تشكيل لجان خاصة في كل محافظة لمتابعة موضوع الانتخابات والدعاية الانتخابية وما يترشح هنا وهناك بمتابعة دقيقة مع المعنيين لتوفير أجواء انتخابية صحيحة وأن تكون المنافسة الانتخابية ضمن المعايير والقوانين قانون الانتخابات والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن تم التأكيد مجددا وهذا ذكرناه في الأسبوع الماضي التأكيد على عدم استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية والحكومة تراقب عن كثب ما يصدر هنا أو هناك وتتخذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مفوضية الانتخاباتية صاحبة القرار في هذا الموضوع وعدم استخدام حاجة الناس واستغلال العوز للأسف والحاجة إلى العمل بوعود انتخابية بالتعيين أو بإيجاد فرصة عمل في هذه الوزارة أو في هذه الجهة أو تلك كما تم التوصية اليوم من قبل لجنة مختصة إلى فخامة رئيس الجمهورية لإصدار عفو عن السجناء من الأطفال والنساء والأحكام القصيرة التي أعطاهم فرصة في العيش في هذا البلد والتجاوز عن الأخطاء البسيطة التي ليس فيها حقوق شخصية وهذا وفق الدستور هو من صلاحية رئيس فخامة رئيس الجمهورية والحكومة بسيد رئيس مجلس الوزراء رأس لجنة من المعنيين وقدموا مقترحات لفخامة الرئيس هذا اليوم ثم انتقل المجلس إلى مناقشة ما موجود على جدول أعماله وابتدأ بتقديم السيد وكيل وزير الصحة والمخول بإدارة وزارة الصحة بموقف عام وشرح وافي عن الموقف الوبائي لجاء المتعلق بجائحات كورونا وصلنا إلى 20% نسبة من الملقحين وحصلنا على أكثر من 11 مليون لقاح ولدينا تعاقدات أيضا وفي هذا الصدد تم القرار بأن يؤجل تطبيق قرار مجلس الوزراء سابقا اتخذنا قرار بأن يبدأ من 11 للمسافرين جلب ما يؤيد التلقيح أو بطاقة اللقاح الدولية عن صحة التسمية تم تأجيلها إلى 11 لإعطاء فرصة أكبر للمواطنين سيما بعد الإقبال الكبير على أخذ اللقاح كما تم التصويت على تعاقد وزارة الصحة مع شركة جيئي على توريد أجهزة متخصصة بالكشف على الأمراض السرطانية في توزع جغرافيا تغطي العراق بثلاث أو أربع مراكز للأسف لدينا نسب كبيرة من الإصابة سنويا ولدينا عجز في المؤسسات الصحية بالكشف وفي العلاج أيضا وهناك مراكز أهلية تقدم هذه الخدمات لقاء مبالغ ليست بالقليلة فتم القرار بهذا الصدد القرار الآخر هو تخصيص بعض الأراضي المجاورة للصحن الكاظمي الشريف لتوسعة الصحن ولاستثماره من قبل الصحن بما يخدم الزائرين وتوفير سبل الراحة للزائرين في الزيارات المليونية كذلك تم تخويل معالي وزير المالية بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات الصادرات لبعض الدول وحسب ما ورد في قانون الموازنة من نصوص لتمويل بعض المشاريع الاستثمارية هذا الأهم ما تم تطرق إليه وسيصدر من المكتب الإعلامي لسيد رئيس مجلس الوزراء تفصيل لمجمل القرارات نأخذ بعض الأسئلة سريعا عليكم السلامة أهلا وسهلا نعم اتفاقيات مع الصين اتفاقيات مع مصر والأردن والعراق واتفاقيات مع بعض الدول فهل الحكومة القادمة تيتم تنفيذ هذه الاتفاقيات مثل ما اتفقت عليه الحكومة السابقة أو هناك تغييرات أخرى شكرا طبعا هذا استشراف للمستقبل ولكن نحن نتحدث عن دولة نتحدث عن التزامات نتحدث عن مجلس الوزراء لا نتحدث عن شخص مجلس الوزراء يذهب ويأتي مجلس الوزراء آخر ولكن التزامات الدولة باقية كما هي أكيد كما هذه الحكومة بنت على الاتفاقيات السابقة والأسبق والأسبق الحكومة القادمة من البديهي أن تكون ملتزمة بما تم توقيعها من قبل هذه الحكومة لأنها حكومة كاملة الصلاحيات شكرا السلام عليكم سيادة الوزير معك ناديا شامخ الساعدي من وقالة غربية الإخبارية متى تبدأ حكومة تصريف الأعمال قبل الانتخابات أم بعدها دستوريا يوم حل البرلمان لنفسه الذي ورد في قانون الانتخابات بأنه محدد هذا التاريخ ستتحول الحكومة من حكومة الاعتيادية إلى حكومة تصريف أعمال للتوضيح حكومة تصريف الأعمال هي كاملة الصلاحية في تصريف الأعمال اليومية ولكن ما من حق أن تعين الوظائف العليا مدير عام فما فوق ولا تدخل باتفاقيات ولا تقدم مشاريع القوانين للبرلمان لأن أصلاً ماكو برلمان فقبل الانتخابات بيوم ستتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال السلام عليكم أحمد وراهيم الشطب وكال الصوت العرب الأخبارية طبعاً سؤالي يتعلق بالانتخابات هناك بعض المرشحين وجدت في حوزتهم بطاقات انتخابية ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة بحقهم طبعاً هذا السؤال بشقين الشق يتعلق بالمفوضية الإجراءات المترتبة في حالة ضبط بطاقات انتخابية لدى المرشحين وشق متعلق بالحكومة وأجهزتها الأمنية والاستخبارية والتنفيذية واجب الحكومة هو تقديم الدعم للمفوضية في حال وجود هكذا حالات هناك إجراءات محاضر ضبط وتحال إلى المفوضية فيها جانبين جانب إجراء من قبل المفوضية بحرمان المرشح وفق ما تسمعون وتشاهدون من قرارات تتخذها المفوضية وجانب آخر هو جانب قانوني هذا الفعل يترتب عليه عقوبات فبالتالي هناك سلطة لإنفاذ القانون متمثلة بوزارة الداخلية وتأخذ الإجراءات القانونية شكرا جزيلا شكرا مع السلامة شكرا